نروح للتقييماتك بقى لعيبة مصر محمد الشيناوي تسعة ونص من عشر تسعة ونص من عشر طبعا تمام نروح لعمر جاب تمانية من عشر تمانية من عشر تمام نروح ل إصابة خلته ما يقدرش يكمل لكن كان لعب مهم ومحور تمام نروح للصورة اللي بعد كده إمام عشور طبعا اللعيب هايل ولعيب شخصيته في الملعب واضحة ولعيب كبير قوي قوي ما بيخافش متضغول اه طبعا لا 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 لعيب هايل بجد حاجة مشرفة يعني مستقبل الكرة في مصر تسعة من عشر تسعة من عشر نروح للصورة اللي بعد كده ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم أدى بصراحة بشكل جيد جدا اعلم اه طبعا كان أدأه رائع وبجد يعني يستحق رقم كبير جدا لأنه أدينه تسعة من عشر تسعة من عشر صحيح اه رامي ربيعة يعني ما قدرش اختبره ودخله من الدار للنار يعيني كان قاعد بتفرج عن ماتش الأولاني في البيت اه طبعا مش عادر أقيمه كمان ده كان الجهاز الفني في الناد الأهلي ميديله أجاز على أسبوع لعشر تيام فبالتالي مش بيتمره فأنت جايبه من الدار للنار فكاد سعره وروح تم لعبه اه معرفش ده يعني علامة استفاقه وعلي جبر كان موجود كان علي جبر موجود صحيح نروح للسورة اللي بعد كده أي من أصرف اه ستة من عشر ستة من عشر تمام نروح للسورة اللي بعد كده فتوح في المباراة دي يعني بالكتير ستة ونص من عشر تمام اه نروح للعمر السولية اه سبعة من عشر سبعة من عشر نروح للسورة اللي بعد كده حمد النيني اه سبعة من عشر سبعة من عشر نروح للسورة اللي بعد كده دونجة لحق ولا ملحقش ملحقش ما يقدرش تقيمه لا 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 تمام بس مستقبل برضو ها طبعا حمدي فاتحي حمدي فاتحي سبعة من عشر سبعة من عشر بقى هو هتغير في المطش بس في كلام انه هو هيلعب مطش الهلال بعد يومين تلاتة يعني يعني يلحق الاصابة مش هتمنعه يعني محمود علاء برضو ما يقدرش تقيمه معا انه هو اللي مستين كانوا كويس كان نفسي شوت ضرب الجزاء على فكرة كان نفسي شوت ضرب الجزاء محمد صلاح خارج مستوى التقييم خارج مستوى التقييم خارج مستوى التقييم تمام نروح للصورة اللي بعد كده مرموش تمانية من عشر تمانية اه ده تمانية من عشر رقم كبير ولا عالي لانه هو بدأ المباراة وكان بيحاول ده ده اتهار ضرب اتهار ضرب طبعا لكن كان عليمه جود كبير طبعا مصطفى محمد كان لو لعب كان افضل منه بالزبط لكن هو ادى الدور للعليم صحيح نروح للصورة اللي بعد كده مصطفى محمد مصطفى ها طبعا لعب مميز ولعب كبير وانا شايف ان ياخد تسعة من عشر مطش ده اه طبعا اه ضربة الجزاء ده موضوع تعني بخايمش على فكرة دربات الجزاء الكلام ده بعيدا عن ضربات الجزاء ماشي اوكي ده موضوع نروح للصورة اللي بعد كده تريزي جي برضو تريزي جي كان كويس جدا يعني يعني تسعة من عشر يا راجل اه تريزي جي في مصر كان افضل من ال بس برضو كان بيرجع وبيدافع اه لا تمام ليه دور قوي في الملحب تسعة من عشر ماشي نروح للزيزو يعني مش عايزة قايم زيزو لان اللي لعب فترة برضو صغيرة لكن طبعا تقييمه لازم يبقى عالي كان مؤثر جدا اه طبعا ده هو اللي خلق الفولسترين بتعنى زيزو زيزو لما بينزل بيعمل شكل هجومي لمنتخب مر اللي هو انت بتفتخده بيرجع الشكل هجومي لان هو بيعرف يحتفظوا الكورة بيعرف يمروا بالكورة بيعرف يفتح جبهات فلعب كبير جدا يعني تديله كم انا شايفه احسن لعب الدور المصري كم هديله تسعة من عشر تسعة من عشر طيب دي كانت اخر صورة معانا وده كان تقييم الأستاذ عمر الدرديري اللي عبت منتخب مصر